كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم زي ما معاودينكم دايما في برنامج في طار النجوم كل يوم بنفتر مع نجمة جديدة. افترنا النهاردة عن بنجمة مميز جدا من اللعاب يحرس الحدود في جيله الزهبي. خد مع الفريق بطولة كأس مصر والسوبر والعديد من البطولات وتقلق جدا خلال مشواره كلاعب وكمان عنده طموح كبير جدا كمدرد. اللي عزلنا على الفطار عنده النهاردة كابتن محمد مكي مدرد فريق حرس الحدود. تعالوا بسرعة نشوف. العزومة هتكون ايه? موجودين مع كابتن محمد مكي طبعا آآ فرحانة جدا انا هقضي معاك يوم النهاردة يا كابتن آآ في رمضان كل سنو انت طيب رمضان كريم عليك. الله اكرم طبعا آآ كل سنوهم طيبين طبعا آآ وانتو طبعا منوريني ومشرفيني. آآ وبشكرك طبعا ان انت شرفتيني النهاردة تقدم معانا اليوم دوت. ان شاء الله. وبشكر الكست بتاع كله آآ تعدناهم طبعا في رمضان فانا بشكركم وبقول لكم لسنوهم طيبين وان شاء الله تبقى حلقة ان شاء الله خفيفة كده تعجب المشاهدين. ان شاء الله بازن الله يعني آآ عاوز عارف بقى بتقدي يومك ازاي في رمضان? والله انت عارفة آآ ان رمضان دايما بيبقى شوية في يعني المهار بتاع رمضان بشوية آآ شوية بقى ما بين ريالة قرآن ما بين صلاة في الفترات ديت نوم شوية برضو نوعا ما انت عارفة ان التمريب بتاعنا دايما بيبقى ببعض الفتر بيبقى بالليل بعد صلاة الترويح فقى شوية بن آآ يعني بنحاول آآ يعني انا والولاد شوية نقعد في آخر اليوم كنا نهزر شوية او نحاول نخلهم يقروا قرآن شوية او كده وآآ ونوعا ما ممكن برضو انتبع لو في ماطش لو في مسلسة لو في حاجة بنتبعه برضو وبعد كده بنفطر بنجمع كلنا على الفتر بنفطر وبعدين شوية بننزل الصلاة نصلي العشاء والترويح بقى كد نطلع التمرين نخلص ونرجع بليل على الصحور بقى طبعا آآ بقالنا رمضانين كده الرمضان بيجي في المدارس فالولاد شوية بيبقى نايمين بدري شوية بيصحوا يتصحروا وبعدين بيبدأوا ينامو تاني ونبدأ المعركة تانية كل يوم الصدحة ومراحل المدرسة بس. آآ فيه ترابط اسري آآ واضح جدا مع الاولاد وآآ عن حكاياتك دلوقتي ويومك سواف رمضان او غير رمضان كمان هنتكلم اكيد في الزكريات وعن آآ شكل حياة آآ كابتن محمد ميكي وآآ بعد الفطار بس المطبخ ايه علاقتك بيه? يعني آآ مش زيرو. زيرو. بس ممكن يعني ممكن اعمل شيء اغضر ممكن نسلق بيه ده اخر يعني. آآ. اجيب حاجة من التلاجة بتاع الكلام ده كله مش مش شاطر انا. سلطة طيب. يعني على خفيف كده انا مش شاطر قوي في قصة في قصة ان انا عمل اكل خالص لان انا مش دقوب في موضوع الاكل فمش مهتم بالموضوع قوي. اه. لكن لكن. مش اكيل يعني. مش اكيل قوي يعني. اه. لكن عندي يعني رهام ايما بتدور اه بشكل بشكل كويس بشكل مويح بالنسبة لي يعني. لأ بس انا ما اش دعوة انا موجودة النهاردة هنفتر بس قبل الفطار كمان. لكن لكن طبعا عندي عندي مريم بتفهم في الاكل بشكل كويس. البنات. اه عندي مريم مفريدة بفم الاكل بشكل كويس. واحمد يعني كده بس لكن عندي مريم مميزة في موضوع الاكل يعني بتعرف تعرف تقولك ده كويس ده مش كويس شطرة في القصة دي. طب ما نشوفها معنا في المطبخ هتساعدك ولا ايه? لا هي مش هتساعد او هي برضو بترازي فمها بشكل كبير يعني مجننينها يعني. لكن هي بتتزوج كويس مش بتعمل كويس. طب ما تيجي ندخل مطبخ نشوف هتتبخ لنا ايه وهتعزمنا على ايه النهاردة. طبعا. وبعد الفطار. المهم تساعدوني بس اهم حاجة تساعدوني يعني. طيب. حتى لو كده لو بالكلام يعني. هساعدك. خلاص. 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 ومريم معنا والأسرة كلها ندخل المطبخ نشوف ايه الاكل وانجهز للفطار. يلا بيدا. يلا نروح المطبخ نشوفه هيعمل ايه وربطة يسته. يلا بيدا. ان شاء الله الاكل يعجبكم مهم حاجة بس. هنشوف هتعمل ايه? هتعمل ايه? احنا هنحاول يعني نشوف كده نقدر نعمل ايه نفط يعني نفطر مع اه نفطر مع بعض دي. يلا انا عامل لك اختبار. اختبار. ايوة. بسم الله الرحمن الله. يعني ممكن يعني اهو ممكن والله مش دينامي الصعب قوي يعني. انت عملا بتحب المشويات. اه شوية. اه وصلطة بس ممكن يعني اه ممكن الامور تعدي يعني. مريم. سعدي مريم. اتعرف تعمل مريم ولا? اتعرف تعمل مريم. اولا انت عملت دي. طبعا احنا هنعملها كده. ممكن نعملها كده يعني. اتعرف تفضلي. فريدا تشتغل حاجة فريدا? طب بتعمل ايه تاني الشاي اللي اقدر? انا ممكن انا ممكن اعمل شاي اقدر ممكن اعمل شوية قهوة. ايوة. اه. والمشويات انت احب المشويات. اه احب المحشي برضو. نبدأ اياه يا جماعة احنا داخلين نعمل صلاطة. والصلاطة هي زي ما هي. طبعنا هنعوض هنعوض. خلاص لحظات على اه مدفع الافطار. هنحط الاكل ونفطر وبعد الفطار نكمل الكلام. رأيكم? يلا بينا. يلا بينا. يلا. يلا بينا. موسيقى وبعد الفطار يحلى الكلام ولسه مكملين يومنا الجميل مع كابتن محمد ميكي واسرته الجميلة اللي احنا قضينا يوم في المطبخ وفي الاكل جميل جدا في البداية كابتن بشكرك جدا على العزومة الحلوة اللي كانت النهاردة وبقيدا عن المطبخ واللي عملته جبه المطبخ بس بشكرك طبعا على العزومة ومرسي جدا ورمضان كريم عليك وعلى الاولاد الجميل دول والحياة الحلوة ورمضان اكيد مختلف معي طبعا على الله اكرم طبعا انت شارفتوني النهاردة طبعا وانا تعبتكم خالص خالص وانا تعبتكم من الناس كمان اللي معاكي يعني وقف على الجلامة ما عادتش خالص فانا بشكرهم كل سيوم طيبين وطبعا انتوا نورتوني طبعا وان شاء الله زي ما قلتلك حلقة تعجب الناس وان شاء الله نقررها تاني يا رب ان شاء الله اكيد الرمضان بيبقى مختلف معي طبعا انا عندي احمد اهو وعندي فريدة وعندي مريم كل سنة وانتوا طيبين كل حد فيهم عنده قراطة المختلف اه بشاءة ومختلفة اه فانت شوف انت بقى لو انت عايزت اه تقولي لحد فيهم حاجة هتكلم معيهم كثير اه هنشوفها يعرف في بقى يقولوا حاجة احمد كل سنة وانت طيب حضرتك طيب رمضان كريم عليك شكرا بابا جابلك فنوس لا لسه لا لسه هيجيبه فنوس رمضان ولا في اخر رمضان ما خلاص طبعا حقيقة اه ايه بيجيب لك اصلا كل سنة لا هم بياخدوا ويجيبوا هم هو فارو عليك ده الجديد جديد حلو ده ده جديد هم بياخدوا وجيبوا اه اه كلمني بقى عن ذكريتك مع بابا في رمضان لا في رمضان مسلا احنا نبقى عادينا في رمضان في السيارة تبقى عادينا تبقى عادينا كورة? آه. آآ عاوز تلعب كورة ولا مالكش? عاوز تلعب كورة? تطلع مركز ايه? مثلا خطوست. خطوست يا ساقش معنا بقى. عشان في نفس الوقت بيدفع في نفس الوقت بيعرفيها يا جنب. برافو عليك. برافو عليك. طريق يا عمي. تفتكر ذكرة بينك وبين بابا? تفتكر. مواقف كتيرة كان بيمرن طبعا. كان بيمرنك. مم. وكان اكتر حاجة يقول لك عليها ايه في الكورة مثلا. اكتر حاجة? المهارة. المهارة. مم. فريدة اه كل زي انت طيبة ونهاران طيبة عليك يا حببتي. وتعبناكي النهاردة. ده كنت شطورة جدا في المنظر. امتى تيجي مثلا تبيعرف ان بابا دلوقتي مزاجه رايق من ماتش ولا حاجة فاطلب منه حاجة فهيوافق على طوله. امتى تحسين ان هو بعد ماتش سواء وهو لاعب وانا عارفة ان هو كان لسه قريب يعني مش من بعيد. فاكيد فاكرة ايه وهو لاعب وفي نفس الوقت اه وهو دلوقتي مدرب فامتى تحس ان هو متعصب من حاجة فبعده عنه دلوقتي. لما يكون رايق خسرهم من ماتش او اللعيب معصبه فما نقربش منه. نقربوش منه. اه. مريوما اه طبعا مريوما محمد ميكي اه طبعا برحب بيكي بقول لكل سلام انت طيبة. شكرا. واكيد هاخد منك كلام كتير. طبعا. اه طبعا. الاعلمية الجميلة دي. اه كلمينة بقى عن علاقتك ببابا ايما. لا علاقة قوية طبعا. اه اول واحدة واول فنت. فا. اتبلوعة. بالضبط. اتبلوعة. البكرية زي ما بيقوله. بالضبط. فاكيد اه في في ذكريات كتيرة بتجمعك ببابا. جدا. اولي لي بقى ذكري كده او ذكري. انا انا من وانا صغيرة كنت بحضر مع الماتشات كلها. حلو. كل الصور كل قلبهم الصور. صوري انا وميكي وانا صغيرة. في طبعا لحظات بقى في حياتي الدراسية. وقت التكريمي وقت الجادواشن بتاعي. طبعا كزا بقى. انا بقى انا بحبهم جدا وهم غالين عندي جدا جدا. وهم مطيعين بصراحة يعني. هم مطيعين جدا. يا رب وهنتكلم معهم اكتر بس انا عاوز ارجع معاك انت بقى لزمان قوي. ومن قبل الكورة كمان. اه زكرياتك في رمضان. بس انا اصلا من الفينون. انا اصلا الفينون من مركز النورس. اه طبعا اه رمضان او عيد او كلام ده كل مزيد في في المحافظات مختلفة كليا عن عن القاهرة مختلفة بشكل كبير جدا. اه طبعا دورات رمضانية. ايوة طبعا. ما تقديش طبعا وصهر لحد الصبح ونلعب كورة لحد الساعة عشر او حداشر الصبح عشان ننمط له الليل بس الكلام ده مش هنا الكلام ده كان هناك اه في البلد مع صحابي اللي انا اللي انا مترب معهم ولا انا مولد معهم. اه في المنطقة بتاعتي. اه فطبعا زكريات كتير جدا. انا الدورات رمضانية حدسة ولا حرج يعني اه صرح يعني بتعمل دورة كبيرة جدا جدا في المركز الشباب اللي انا اللي انا نشأتي فيه اللي هو مركز الشباب سنورس. اه اه وبتتزاع وحاجات كده قصص كبيرة من زمان وبتبقى. كنا عن زكرياتك فيها اه يعني اه دورات اه دورات بتبقى مهمة جدا لينا كمركز كمركز بتبقى بيتبقى جامعة جامعة اعداد كبيرة جدا. اه بيبقى فيه دايما ومعايا معايا كان معايا محمد عبدالله طبعا الله طبعا بلده طبعا وانتعارفوا علاقت بيه قوية يعني معايا احمد صديق من نفس المكان كان معايا محمد الفيوم من نفس المكان اوقاته على فترات كبيرة كنا بروح نلعب ساد معوض في مكان واناك في المكان اللي هو فيه فرمضان هناك او العيد هناك في الفيوم او اظن في اي محافظة من المحافظات مختلف بشكل كبير جداً بتبقى فوصة اهلك بتبقى فوصة اخواتك بتبقى فوصة ناسك وصحابك آآ كلها مواهب بالزبط بتطلع من هنا بالزبط يعني يعني مواهب كلها كل المجالات بتطلع من المحافظات فطبعا آآ آآ زكارات كتير وزكارات جميلة وآآ وزي ما قلتلك كنا نخلص الدورة آآ نطلع نتصحر مع صحابنا يعني طبعا كان لسه دول ما ما متولدوش وطبعا وما كنت لسه ما تجوزش اصلا انا في الملد قبل قبل ملعب أو قبل ملعب الكرة بشكل احترافي يعني آآ وبنصهر لحد السنة تصحر ونصهر وبعد كده نبدأ نلعب كرة تاني ذكرياتك مع حرس الحدود وآآ طبعا آآ نجم كبير وآآ ويعني وكنت موجود مع حرس الحدود في ابرز وآآ البطولات فاكيد في ذكريات كتيرة مع الحدود اكيد طبعا آآ يعني انا آآ انا آآ آآ انا نعب ست قبل سبعة سبين في روض حرس الحدود طبعا آآ عشت مع 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 اللعيبة ومع الكابتنطاري وكابتن حلمي قبل الكابتنطاري آآ آآ مواقف كتير جدا آآ لكن من المواقف من المواقف الحلوة ان احنا ان كنا في مرة في افريقيا والكابتنطاري كنا عندنا مرشا سعب للجزد من مرشا افريقيا كنا في عمضان والفرقة الصمام وتلعب. تلعب بالنهار واحنا صايمين. فانت قدام امرين ان انت تفطري عشان تلعبي ولا ولا بتفطريش. فالكابتن جاب لنا شيخ ان يقول يعني انت معك رخصة ان انت تفطر والكلام ده كله. فطبعا كان حليم معاي والشيخ علي فارق قال له لا احنا مش هنفطر. ففي يعني في اليوم ده الكابتن طارق يعني يعني مش مع رغبطنا يعني احنا ما نفطرش في اليوم دوت. وعملنا ماتش كويسة طبعنا متى جابية هناك فدي حاجة من الحاجات الكويسة. آآ كان دايما بيبقى عندنا ماتشات في في العيد كنا ممكن. تاني يوم كان فيه ماتش اصعب. فافترته. لا 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 ما كنش بنفطر. كان بيساعدنا في حاجة من الحاجات ديت. هدف ما تنسوش. الجن اللي انا على المستوى الشخصي بحبه جنف المصر كان بعد وفاة آآ محمد عبدالوهاب على طول بيهيام قليلة جدا. آآ فقدت انا لابس قدرا كنت لابس تشيرت عليه صورته آآ في الماتش ده. فربنا وفقني جدت جوني. فانا مبسوط ان انا احتفلت بيهي تشيرت عبدالوهاب في الماتش دوت فده جوني الاغلب الديزبالي. فكيف زكريات بتجمعك معي? مع راحب محمد عبدالوهاب وفرمضان طبعا طبعا طبعا. كلها زكريات طبعا هو كان هو برضو كان يعني هو هو جاري اصلا من المركز الناس هو جاري. افتكر موقف آآ آآ هقوله يعني لان انا بالحاجات اللي هي مش عارفة تطلع من زيني. كنا احنا لما نيجي نروح الفايوم كنا ناخد تاكس او حاجة لحد اللي حد اللي داني الرماية لحد الموقف اللي هو تروحي بال. الفايوم. آآ وانا انا مبسوط ان انا بسمع ولادي الكلام دوت. آآ فآآ مثلا بكرا العيد او بكرا رمضان اللي هو الوقف اللي هو ببقى فعلشان تركابي المقرباص آآ لازم تتخنقي يعني تعملي حوار كبير جدا جدا. عشان تركابي المقرباص موضوع في صعوبة انك تروحي في التوقيت ده في المقرباص. فكنت يعني كنا كنت اقول له ادخل انت من الباب ده وانا هرمي الشنطة عالكرسي اللي ورا. حرف الفكرة انت بتحجزي بتحجزي مكانك بالشباك بالشنطة. حاجات بقى من هزك قبيل. بشكركم شكرا جزيلا شكرا يا كابتن شكرا. مشاهدينا وده كان يومنا النهاردة مع كابتن محمد ميكي المدرب العام لفريق حرس الحدود والنجم الكبير وعائلته الجميلة. استنونا بكرا وضيف جديد ونجم جديد وفتر النجوم. رمضان كريم. موسيقى